رغم نفي الحكومة في العراق مراراً أن قطاع النفط في البلاد لم يتأثر من جراء تظاهرات المستمرة منذ أكثر من شهرين إلا أن الواقع يقول عكس ذلك مجلة أويل برايس المتخصصة بتقييم أسعار النفط العالمية تقول في تقرير لها أن التظاهرات في العراق تشكل التهديد الأكبر لأسواق النفط العالمية في ظل العقود التي وقعتها حكومة عادل عبد المهدي المستقيلة مع كل من الصين وروسيا أكثر من خمسة ملايين برميل تنتجها البصرة من النفط وحدها يومياً ونحو 12% من احتياطي النفط المؤكدة في العالم وأطنان من أموال الاستثمار توضع كلها على المحك في ظل عدم استجابة الحكومة والأحزاب الحاكمة لمطالب المتظاهرين المتمثلة بإسقاط النظام حيث تظهر المفارقة واضحة في بلد غني بالنفط بينما يعيش مواطنه نقصاً مزمناً بالكهرباء ومياه الشرب والخدمات تترافق مع فساد سياسي فاق كل الحدود أدى إلى تكدس أعداد العاطلين عن العمل وارتفاع معدلات البطالة لأكثر من 30% كما تصرح الحكومة ذاتها في مقابل هذه التحذيرات لانخفاض تصدير النفط العالمي يظهر إسرار المتظاهرين على لي ذراع الحكومة ومن خلفها الأحزاب المتهمة بالفساد حيث أغلقوا ميناء أم قصر في البصرة لأكثر من عشرة أيام وقطعوا أكثر من مرة خطوط تصديره في البصرة وذقار وهو ما ردت عليه الحكومة بشكل قاس في ذقار بمجزرة ذهب ضحيتها عشرات المتظاهرين ومئات الجرحة أمام هذا القمع الحكومي يظهر أن الأمور تتجه لتصعيد شعبي أكبر لن يرضى بأقل من إسقاط شامل للنظام في وقت لا يزال الصمت العالمي مدقعا دون أي أثر واضح لإيقاف ما يجري في بلاد لم يروا منها إلا نفطها